المخميخة وعشقة مخميخ في كل بقعة أسلامها وإن شاء الله رمضانكم مبروكة جبنا لكم الوصفة اللي طلبتوها مننا اليوم جبنا لكم كيفاش يتم تحذير وتصبير الطن اللي نستهلكوه بكيفية كبيرة في شهر رمضان لفذيل أول حاجة نمشيون للحوات ناخذو طن ولا ناخذو حوت أقلم الطن بشوية إذا ملقي ناشي هو الغزال الغزال تقريبا نفس المطعم هو الطن كيلوه 7500 أو 8000 فرنك ناخذو الطن هداية متاعنا ناخذو الغزال متاعنا ننطفوه شوفوا معنا كيفاش طريقة التنظيف متاعوه ترجمة نانسي قنقر 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 لكي اللحمة تشد روحها نجدها درجين حكاكا ونبعدك شوفوا ماذا نعمل حاجة مهمة اخرى توجيه وقت التفويح متاع الطن امتاعنا الماء يغلي نزيدوه الملح نزيدوه الكليل نزيدوه التابل سفن اريا و بصل الماء هذا ينخليوه يغلي بعد ما يبدأ يغلي نحطو فيه الطن نحطو فيه الكاسكاس اللي في وسط الطن تقريبا ندرج ونبعد نخرجوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى بعد ما خرجنا الطن بتاعنا وخليناه يرتاح محكرة 4 ساعة ولا 4 دراج ناخذو الطن باش ننظفوه نحيولو الزايد نحيولو القشرة متاعو بعديك انفدفتوه بعد نحطوه فالدبابس نحطو فوقو الزيت بعديك سكروا الدبابس متاعنا بالباهي بالباهي ولهنا تجي طوى مرحلة التعقيق بعد ما سكرنا الدبابس نمليح مليح مليح نحطوهم في الماء نحطوهم عالجاز على نار متوسطة نخليوهم تقريبا ساعتين يغليو مع الماء وبعديك نخرجو الدبابس متاع ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة